هجمات روسية متواصلة على مدار اليوم على مدينة بخموت الواقع شرقي أوكرانيا والتي تشهد نزعا مكثفا بين قوات الجيشين الروسي والأوكراني للسيطرة على المدينة قوات الجيش الأوكراني أعلنت أن قتالا عنيفا ضار بينها وبين قوات الجيش الروسي في جميع المناطق على الجبهة الشرقية مضيفة أنها تمكنت من صد تلك الهجمات في أغلب تلك المناطق وعضف الجيش الأوكراني أن أغلب جهود القوات الروسية تتركز حاليا في قطاع بخموت مشيرا إلى أن قوات الجيش الروسي أعادت توجيه جنودها إلى المدينة من جبهة قتالية أخرى ومنذ يومين أعلنت قوات روسية أنها باتت تسيطر على أكثر من 80% من مدينة بخموت وأكدت روسيا أنها تمكنت من محاصرة القوات الأوكرانية في المدينة ومنع دخول أي تعزيزات إليها في المقابل نفت كييف تلك التصريحات وتقول أنها تكبد القوات الروسية في بخموت خسائر هائلة وأنها توصل استقدام تعزيزات عسكرية إلى المدينة ومنذ عدة أشهر أصبحت مدينة بخموت هي محور النزاع المسلح بين الجيش الروسي والأوكراني رغم عدم أهميتها الاستراتيجية لكل الجانبين إلا أن روسيا ما زالت تتمسك بسيطرة على المدينة من أجل فرد قبضتها الكاملة على منطقة دونباس في حين ترد القوات الأوكرانية بمقاومة متواصلة لإلحاق هزيمة رمزية بروسيا على غرار معركة خرسون موسيقى